ليس هذا ما يعنيني اليوم ما يعنيني اليوم وأريد التحدث عليه هو حقوق المدنيين في خضم هذه الاشتباكات بغض النظر عن من الذي يملك الشرعية ومن الذي لا يملكها فلنفترض أن الطرفين لهم شرعية أو الطرفين ليس لهم شرعية في الحالتين هناك حقوق للمدنيين هذه الحقوق يجب أن تستوفى من الطرفين وهذا ما يهمني الحقيقة أولا قانون رقم 37 سنة 74 بشأن قانون العقوبات العسكري نص صراحة على معاقبة من يستعمل قوات المسلحة لتحقيق أهداف سياسية وهو ما يحدث اليوم المادة 48 تنص صراحة على يعاقب بالإعدام كل من استغل القوات المسلحة أو انتمائه لها على أي واجه من الوجوه لتحقيق أغراض سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية لنفسه أو لغيره وبالتالي هذا النص ينطبق على واقع الحال وعلى المجموعة التي تريد توظيف القوات المسلحة أو الجيش الليبي في توظيف سياسي أيضا القانون العقوبات الليبي في أكثر من المادة ويعني تقريبا مادة 200 و 200 و 1 على تجريم من يريد الاستلاع على السلطة بالقوة وأيضا تنزل حكم الإعدام في ارتكاب مثل هذه الجريمة أيضا هناك كما تحدثنا على مسألة حقوق المدنيين اتفاقية جينيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب وهنا نتحدث عن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب إذن هذه الاتفاقية فصلت وأعطت حقوق للمدنيين في وقت الحرب لا يأتي أحد ويقول لك لا والله هذا وقت حرب مش مجال لأننا نحن نحكو على الحقوق والحريات وغيرها لا هذه الاتفاقية الدولية والتي وقعت عليها دول العالم أجمع نصت على حقوق للمدنيين في وقت الحرب وفسرت في بنودها بين الحروب التي تتم بين دول والحروب الداخلية حتى الحروب الداخلية بين مجموعات داخل الدولة الواحدة كما هو حادث اليوم في طرابلس نصت على حقوق يجب احترامها ومن هذه الحقوق وبل من أهمها هو حماية المدنيين وخاصة العجائز والنساء والأطفال ونصت أيضا على التزام جميع الأطراف جميع الأطراف بفتح ممرات آملة لهؤلاء المدنيين لإخلاءهم بل ليس حتى المدنيين فقط حتى الجرحة الذين كانوا يقاتلوا من الطرفين لاهم حقوق ولاهم حق العلاج ولاهم حق أن يتم إخراجهم وعدم التعرض لهم عدم التعرض للمؤسسات الطبية والمستشفيات سواء كانت المدنية أو العسكرية وفي الحالتين الاعتداء عليها يعتبر جريمة ونظمت ذلك نظام روما الأساسي لمحكمة الجنية الدولية واعتبرتها جريمة حرب ونصت على تجريم من يستهدف المنشآت المدنية أو حتى يستهدف منشآت عسكرية هي تكون في محيط منشآت مدنية إلا في حالة واحدة أن تكون الضربات دقيقة بحيث لا تصل للمدنيين أيضا فتح ممرات لإخلاء الجثمين والقتلة حماية المستشفيات والأطقم الطبية والطبية المساعدة وهؤلاء لهم حماية بل حماية مضاعفة الأطقم الطبية والطبية المساعدة حتى لو كانت داخل المستشفيات العسكرية فهذه تعتبر منشآت مدنية وتنص اتفاقية جنيف الرابعة صراحة على ضرورة حماية هذه المؤسسات سواء كانت المؤسسة المستشفى في حد ذات الميداني أو السيارات الإسعاف أو حتى طائرات الإسعاف إذن فلسفة الحرب في القانون هي تحييد الخصم وليس إفناء أو القضاء عليه بالكامل وبالتالي من أصبح جريحا أصبح طرف غير مقاتل وبالتالي حمايتها منصوص عليها بالقانون أيضا من يريد الخروج من معركة وتسليم سلاحة أو غيرها هذا أيضا ينص القانون على حمايتها إذن هناك العديد من النصوص القانونية التي تضمن حماية المدنيين والتي للأسف تنتهك اليوم ولا يعار المدنيين أي اهتمام للأسف من الطرفين بغض النظر عن من يملك الشرعية كما ذكرنا ومن لا يملكها ليس هذا الآن ما يهمني ما يهمني الآن هو حماية المدنيين من كل الأطراف حماية الجرحة وإخلاءهم أيضا حماية الأطقم الطبية والمستشفيات عدم استهداف المؤسسات المدنية عدم استعمال أسلحة المفرط يعني استعمال أسلحة ثقيلة داخل مناطق مدنية في اشتباكات قريبة لا تستلزم استعمال مفرط للسلاح وهناك أيضا أنظمة لضوابط الاشتباك بين الأطراف العسكرية أو الشبه العسكرية كل هذه الأمور تضمن من المفترض حماية المدنيين ولكن هذا لا يحدث وبالتالي هنا يأتي دور المؤسسات الحقوقية التي يجب وربما هذا يكون درس للمستقبل على الجهات الحقوقية وعلى رأس المجلس الواطني حقوق الإنسان أن ترفع من كفاءة العسكريين والأمنيين في مفهوم حماية المدنيين بشكل مطلق أيضا نحث القضاء على سرعة الفصل في الطعونة التي مقدمة أمامها حتى تنتهي هذه الحجج بأن يدعي كل طرف الشرعية أو المشروعية وبالتالي تنتهي هذه المشاكل